بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله نحن في مجالس الأحكام تحدثنا معكم في مجلسنا السابق عن التحيات وجلسة التشهد وذكرنا نص التحيات بعدما تحدثنا عن كيفية الجلسة وكيف تكون القدمان وكيف تكون الكفان وكيف تحريك الأصبع فيه وقلنا إن الخلافة في هذه المسألة سائغ وهي مسألة اجتهادية وإن من حرك الأصبع فلا حرج عليه ومن نصبها دون تحريك فلا حرج عليه ومن حناها شيئا يسيرا فلا حرج عليه وطالب العلم يجتهد وينظر وذكرنا أن النظر إليها السبابة في التشهد من السنة وأن رفعها ثابت وأنه لا ينصبها نصبا كالعصى ولا يحنيها انحناء ظاهرا بينهما لا يتكلف وذكرنا صفة التشهد وقلنا إن أصح حديث روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو تشهد المسعود وأن حديثه عند البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وذكرنا شرح ألفاظ التشهد وأن التحيات جمع تحية والتحية هي التعظيم فكل لفظ يدل على التعظيم فهو تحية وجمعت لاختلاف أنواعها فكل نوع من أنواع التحيات الطيبة لله عز وجل والصلوات أي لله أيضا وهذا شامل لكل ما يطلق عليه صلاة شرعا أو لغة فالصلوات كلها لله حقا واستحقا لا أحد يستحقها إلا الله والدعاء الصلاة بمعنى الدعاء حق لله أيضا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وأن كل الصلوات فرضها ونفلها فهي لله عز وجل وكل الأدعية لله وأن معنى والطيبات أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثن به على الله وقيل الطيبات ذكر الله وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء وقيل الأعمال الصالحة وقال بعض أهل العلم إنها تشمل كل هذا وكل الأفعال والأقوال والأوصاف الطيبة كلها لله سبحانه وتعالى وقوله لله التحيات لله والصلوات والطيبات قولنا لله تنبيه على الإخلاص في العبادة وأن ذلك لا يفعل إلا لله وأن قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام بمعنى التسليم ومعنى التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم أننا ندعو له بالسلامة من كل آفة وهذا يشمل حياة البرزخ وما بعد البعث والحياة الآخرة ندعو له بالسلامة فيها كلها وأن الله تعالى يسلم من أهوالها وشذائدها وقد ورد في أدعية الأنبياء عند الصراط اللهم سلم سلم وأن قولنا السلام عليك أيها النبي حيا وميتا وأنك عندما تقول أيها النبي تستحضر في ذهنك وقلبك نبيك عليه الصلاة والسلام وأنت لا تطلب شيئا هنا أنت ما تقول يا رسول الله افعل لي يا رسول الله ادركني أو أغفني أو نحو ذلك أنت لا تخاطب بطلب أنت الآن لا تطلب ولذلك هذا لا علاقة له بأي شيء شركي ولا بأي شيء بدعي وإنما النص واضح وصحيح السلام عليك أيها النبي وتدعو له بالسلامة والرحمة والبركة وأنك تقول سلام الله عليك يا نبي يعني أعطاك الله السلام وأعطاك الرحمة وأعطاك البركة هذا معنى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأن البركة هي الزيادة من الخير والكرامة ثم نقول السلام علينا المراد جميع الأمة المحمدية كما دعونا لنبينا صلى الله عليه وسلم بالسلام ندعو لأنفسنا بالسلام لأننا أتباعه وأيضا إذا سلمنا على أنفسنا السلام علينا يعني ندعو لأنفسنا ثم ندعو لإخواننا سواء الذين سبقون بالإيمان أو الذين هم في زمننا أو الذين هم أو سيأتون بعدنا سواء كانوا من الجن ولا من الإنس ولا من الملائكة سواء كانوا في السماء أو كانوا في الأرض ولذلك هذه دعوة عظيمة يا إخواني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض حي أو ميت ذكر أو أنثى آدم أو من الملائكة أو من الجن والعبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى يعني لو قال واحد من هم عباد الله الصالحون نقول الصالحون القائمون بحقوق الله عز وجل وحقوق عباده صلحت سرائرهم وظواهرهم وصلاح السرائر بإخراس العبادة لله وصلاح الظواهر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإقامة هذه الشعائر لو واحد قال هذه الجملة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ماذا يحدث؟ قال عليه الصلاة والسلام مبينة نميزة هذه العبارة فإنه إذا قال ذلك يعني المصلي أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض الله أكبر ما أعظم هذه الدعوة؟ هذا دعاء يصيب به الداعي كل عبد صالح في السماء والأرض شوف تخيل يعني الولاء بين المؤمنين يعني أنت لما تدعو الآن في التحيات فأنت هذه دعوة تشمل أموات وأحياء وفي الأرض وفي السماء ومن كل خلق الله كل خلق الله يا ترى يا إخواني هل نحن نستحضر في الصلاة هذا المعنى؟ نستحضر الآن لما نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نستحضر الأنبياء والصحابة والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين والملائكة إخواننا من الجن والسابقين واللاحقين والذين سيأتون بعدنا والذين في القبر هل نستحضر؟ يعني أنت الآن لما تقول السلام وعلى عباد الله الصالحين دعوتك تصيب بها كل ملك لله في السماوات وبين السماء والأرض وعلى الأرض تشمل أرواح المؤمنين الصاعدة والأرواح المؤمنين في قبورهم تشمل الأرواح في الأجساد من الأحياء كل هؤلاء تصيبون بدعوتك هل تتخيل شمولية هذه الدعوة؟ جمال هذه الدعوة؟ فائدة هذه الدعوة؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أنت تدعو لنفسك وتدعو لإخوانك وأهل بيتك السلام علينا وجماعة يعني إذا أنت الآن صلي في جماعة سواء جماعة في المسجد أو جماعة في البيت السلام علينا كلنا وعلى عباد الله الصالحين يعني حتى الحواري الأنبياء حواري أصحاب عيسى وأصحاب موسى وأصحاب الأنبياء والذين آمنوا مع لوط والذين آمنوا مع شعيب والذين آمنوا مع نوح والذين كل هؤلاء هل تستحضر أنه هذه مثلا الجملة هذه السلام علي وعلى عباد الله الصالحين يعني أن هذه تصيب أو تصل إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وخازن النار وخازن الجنة هل نستحضر كل هذه المعاني يعني من واحد يقول أنا في الصلاة بإيش نفكر بإيش نفكر والله لو تعرف معاني ما تقول كان أركزت فيها ما سرحت ولا شرت في الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض ثم تقول في التحيات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يعني عظمة تحيات ترى هذه لو واحد بس يفكر فيها يعني كده التحيات كل أنواع التحيات لله والصلوات من الأدعية والصلوات الفرائض والنوافل والطيبات من الأعمال الصالحة قولاً وفعلاً لفظاً وعمل جوارح وألفاء والأعمال القلبية والطيبات السلام على النبي رحمة الله كيف الآن يسلم على نبيه السلام علينا ويدعو لنفسه وإخوانه من لي في صرات الجماعة وغيرهم طيب وعلى عباد الله الصالحين ثم قال الحفظ برجه ورحمه الله أمرهم أن يختموه بالشهادتين يعني يختموا التحيات فيشهدون لله بتفرد بالإلهية أشهد أن لا إله إلا الله ويشهدون لمحمد بالعبودية والرسالة وأن محمد عبده ورسوله لاحظوا أن عبده قبل رسوله مقام العبودية أشرف مقامات الخلق ولهذا سمى الله محمداً صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات بالعبودية بعض الناس يظن حديث إنما أنا عبد يعني كأنه يعني هذه تنقص المنزلة لا سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى لاحظ هذه في الإسراء والمعراج صح أو لا يعني سبحان الذي أسرى بعبده هذه أول سورة الإسراء هذه في قصة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس وفأوحى إلى عبده ما أوحى في المعراج من بيت المقدس إلى السماء المعراج ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق على هوى إن هو إلا وحي وحى علمه شديد القوى ثم مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى الأعلى ثم دنى فتدلى فكان كقاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفي سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني محمد صلى الله عليه وسلم إيش سمى عبد الله وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إذا ما تظن هذه مقام العبودية هذا ما هو مقام سهل ومقام يعني يعني أن هذا مقام عادي أبدا لما سلم على الصالحين في هذا التشهد سماهم عباد الله والصالحون كما عرفناهم القائمون بأوامر الله عز وجل طيب هذه التحيات العبادة العظيمة وهذه الألفاظ التي نقولها في التشهد ونحن نجلس في التشهد قلنا أن لها عدة صيغ وأنها روايات صحيحة وأن المصلي يختار منها ما شاء وأن أثبتها وأشهرها عند العلماء تشهد بن مسعود رضي الله عنه وهو هذا المتقدم وشرحنا معانيه وقال الحافظ بن رجب رحمه الله أجمع العلماء على أنه أصح حديث التشهد اللي هو إيش حديث بن مسعود وقد صح عن الأسود قال كان عبد الله يعني بن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن يأخذ علينا الألف والوا رواه بن أبي شيبة وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يتحفظون هذا التشهد التشهد عبد الله يعني مسعود ويتبعون حروفه حرفا حرفا شف التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلينا أشهد أن لا إله يعني حرفا حرفا طيب غير تشهد بن مسعود يعني من باب الفائدة هل وردت تشهدات أخرى صحيحة؟ ألفاظ أخرى صحيحة الجواب نعم فقد روى مسلم عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله هكذا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أنا محمدا رسول الله هذه صيغة المباركات طبعا البركة كثرة الخير وهذا اللفظ موافق لقول الله تحية من عند الله مباركة طيبة طيب في غير تشهد بن عباس نعم في عندنا تشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقد رواه مسلم قال أبو موسى رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم لأمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا ساق الحديث إلى أن وصل إلى التحيات قال وإذا كان عند القعدة يعني هذا الجلوس فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد ورسوله طيب هل يوجد تشهد آخر غير تشهد ابن مسعود وابن عباس وأبي موسى الأشعري نعم تشهد عمام الخطاب روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبدني القاري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو علمبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد العبد ورسوله قال أهل العلم الحديث وإن كان موقوفا على عمر لكنه في حكم مرفوع لأن الصحابي لا يمكن يخترع أذكارا من عنده في العبادات يعني هذه تحديدا طيب فيها كلمة الزاكيات إيش معناها؟ هي بمعنى المباركات اللي جاءت في حديث ابن عباس قال النووي المباركات والزاكيات في حديث عمر رضي الله عنه بمعنى واحد والبركة كثرة الخير وقيل النماء وكذا الزكاة أصلها النماء طيب هل يوجد غير هذا؟ نعم تشاهد ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله رواه أبو داود النووي رحمه الله قال هذه الأحاديث الوارثة في التشاهد كلها صحيحة وأشدها صحة باتفاق المحدثين حديث مسعود ثم حديث ابن عباس وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها ورد في بعض رواية التشاهد بسم الله لكن ما صحت عند أصحاب الحديث كما قال النووي وابن قدامة طب لو واحد قال أنا لو حفظت هذه الصيغ ما هو المشروع بالنسبة لي نقول أن تنوع بينها فتأتي بهذا تارة وبهذا تارة وهذا أكمل في الاتباع طب هل يشرع أن الواحد يدمجها كلها في جلسة واحدة الجواب لا لم يرد هذا في السنة يعني هذا أو هذا أو هذا حسنا طيب لو واحد قال يعني علشان ما نضيع خلينا نركز على واحد نحن نحن عوام من العامة وصعب نحفظ عدة ألفاظ وعدة ألفاظ أعطينا واحد بس يعني خلص نختم به ونركز عليه نختم به ونركز عليه بس نقول خلص خذ حديث بن مسعود أشهرها وأصحها وأقواها وهذا نصه ما تقدم نعيد مرة أخرى قبل ما ننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله التحيات لله والصلوات والطيبات إذن ثلاثة أشياء التحيات لله والصلوات والطيبات ثلاثة أشياء احفظوها التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وسنأتي إلى عبارة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته لأن صحة علي بن مسعود أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذا أصح الصيغ وأثبت الصيغ والله تعالى أعلم وقت البرنامج انتهى وزاد لكن إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الإجابة على الأسئلة